دكتور آسم هاشم هل بكير الحديث عن انفراجات أو انعكسات لهذا الاتفاق على الملف اللبناني أم لا ضمن السياء يلي وانتوا اللي رشحتوا أو دعمتوا ترشيح سلامان فرنجية بتحسوا حالكم أنه هذا الاتفاق سيريحكم وسيقدم للكم دعم بهذا الاطار طبعا بالبداية نحن نعتبر انه ما حصل هو انجاز تاريخي بعد فترة التوترات اللي كانت حصلة بالمنطقة وما يمكن ان يساهم في هذا الاتفاق من تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة وبالتأكيد هذا الامر ينعكس ايجابا نحن بلبنان نتأثر دائما لانه ما نعيش بالجزيرة منعزلة نتأثر باللي بيجري من حولنا فكيف اذا كان بهذا المستوى من العلاقة المستجدة ايجابيا في كل الاحوال بموضوع التأثير الايجابي طبعا المناخ هو مناخ ايجابي بكل الاحوال نتأثر فيه ولكن هل سيكون اثر مباشر اعتقد يعني اه كل من اه يقرأ في اه الواقع اه السياسي اليوم اللبناني على ان اه يقر ويعترف ان موضوع هذا الاستحقاق يجب ان يكون لبنانيا بامتياز بغض النظر عن كيفية الاستثمار ايجابيا في المناخات اللي عم تحيط فينا هل بتراهنوا على تغير الموقف السعودي او على اطار موقف معين اقليمي داعم لخياركم اعتقد انه لما اه انطرح دعم ترشيح اه سليمان فرنجية اه كان الموضوع لم يستند لا الى اه اي معطيات انما الى قناعات و اه الى اه كيفية صياغة اه آلية لي اه ايجاد اه امكانيات ومعطيات لمساعدة هذا الترشيح اه دون الاستناد لا للمواقف خارجية اه و اه لقناعة تامة باني هذا الامر يجب ان يبقى اه وطنيا سياديا بامتياز ومن هذا المنطلق كانت دعوة الرئيس بري بالبداية بيدات الاسحق لحوار ونقاش وطني حول هذا الاستحقاق والتأكيد ذلك انه نحن نحن راح نحكي عن هذه النقطة ناخد امورنا بانفسنا لا ويعتبرون أنه ما حدث بالنسبة للترشيح بالنسبة للسجال يلي صار صار فيه مناخ آخر ما قالوا علاقة بالحيوة لا ما قالوا حتى بموضوع الترشيح ما قالوا علاقة بموضوع الحصد نهائيا يعني سمعنا مواقف سعودية لها علاقة بصحيفة عكاذ السعودية سمعنا أيضا أو قرينا تغريدة السفير السعودي في لبنان وهناك العديد من التحليلات هل ترى بالنسبة لك قراءتك أنه هذا الاتفاق أو ما يحدث إقليميا سيؤثر بالتالي على الداخل اللبناني أم الملف اللبناني منفصل عن كل ما يجري يعني أول شيء مسأل خير برأيي الاتفاق طبعا رح يأثر إيجابا على الأوضاع بلبنان خاصة اجتماعيا هنا عم نحكي عن التوترات الطائفية يعني ولسوء الحظ نحنا ماتش فوتبول أنجا قادرين نهدي الجمهور فاليوم لما يجي عنا بهذه الحالة اتجاه بكل المنطقة لتهدئة الاشتباكات المسلحة ونروح باتجاه أكتر فاعل لتطوير برامج محلية للدول وقرارات مستقلة للدول بحس هذه بتلعب دور كتير كبير هلأ الملف اللبناني على طولة النقاش السعودي الإيراني أنا برأيي ما أنه أولويه أبدا والدليل على هذا أنه حتى يعني من أربع خمسة أيام كان السيد حسن عم بيعمل مؤتمر صحفي قال أنه أو بالأحرى كان عم بيعمل خطاب بستة أذار من جمعة كان عم بيقول أنه ياللي مراهنين على التقارب إيراني سعودي القصة مطولة كتير فعليا يبدو أنه كان خارج السياق واضح أنه ما كان فيه إعلام وما كان فيه تحضير حتى للساحة اللبنانية وليه حلفاء إيران بلبنان أو حتى حلفاء السعودية بلبنان يلي كانوا عم بيحكوا بهذا الاتجاه وبالتالي بتصور الاتفاق السعودي الإيراني له علاقة بالخليج وبالمصالح الداخلية الإيرانية والسعودية أكتر ما إلو بملف لبنان أو الرئاسة اللبنانية أو التسويات اللبنانية فما بربطهم يعني هؤلاء بيجوا يمكن كثمار بعد ما يخلصوا الأجندة يلي هن متفقين عليهم بس ما بتخيل يعني على مدى المنظور برأيك ما فيه أي شيء كرمال ما أعفى لأنه كمان لا أرجع أقول المسئولية اللبنانية بامتياز في حل الأزمة اللبنانية لأنه أزمة متشعبة وكبيرة وهائلة ما فيه ولا أي دولة بالكون مستعدة تتحمل مسئولية العمل مع منظومة اليوم بقلب لبنان منظومة حكم كاملة ما أننا قادرنا تدير لا الاقتصاد ولا السياسة الخارجية بشكل متفق ولا تشكيل حكومي ولا انتخاب رئيسي مع مين بدون يتعاملوا شو بيجيبوا ناس من الفضاء يعني لا بدنا نحن نحلها بلبنان لأنه يتعاملوا هن ما رح حلوها يعني أنت مع موقف يعني حضرتك مع موقف الوزير جبران باسيل لما بيقول أنه يعني إن لم نبادر إنه ما من حل أزماتنا سيأتي من الخارج إن لم نبادر في الداخل إلى وضع الحلول دون مكابرة أو تحدي فاستقرار الخارج يساعد وتفاهم الداخل يحل هاي دي تغريدته بعد الاتفاق بتوافقه؟ بوافق أكيد بتوافقه طبعا فيه منطق بهذا لا فيه منطق أكيد صارنا معاكدين منه إنه إذا ما قدرنا نعمل دينامية منتجة في الداخل اللبناني ما حدا سائل عن شو بيصير بلبنان وصارنا ثلاث سنين متركين مناخد الحد الأدنى من المساعدات الدولية وهلأ من يومين كنا مع الورلد بانك ونفس الشي البنك الدولي عم بقول المساعدات حد الأدنى 500 مليون دولار شي للعائلات الأكثر فقران وشي اللي يدعم الانتاج الزراعي للأمن الغذائي طبعكم هذا كل شي عم بيجينا اليوم نحنا من المجتمع الدولي تنمويا غير قرض الأمح ما ننتبه نحنا اليوم بس مساعداتنا طلقة نحنا ما لنا جزء من إعادة تكوين اقتصاد أو حكم لأنه ما عم ننتج بالسياسة حلو ما هو بيحط لبنان على أي أجندة إقليمية أو دولية ليقول في شي يتحرك بلبنان هلأ صار لازم إنساني